اساسيات قارئ الشاشة انفيديا للمكفوفين المبتدئين الشرح الرابع طريقة تحديث اضافات انفيديا وضبط اعداداتها ابقوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل قناة التبادل للمعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الاندرويد واكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو لتحديث اضافات انفيديا عليك فعل التالي هو الضغط على انثر ان او انثر زائد آلف مقصورة ثم فتح قائمة الانفيديا النزول مرتين ثم فتح القائمة باليمين ثم الصعود الى ان تجد البحث عن تحديثات للاضافات سنقوم بهذه العملية يدويا لكن ضعونا نتأكد اولا من شيء واحد وهو عند تتبيت الاضافات عندما تقوم بتتبيت الاضافات يجب ان تقوم بضبط اعداداتها اخي الفاضل كيف ذلك؟ سأريكم بالتفاصيل هناك بعض الاضافات التي بالفعل هي تحتاج الى ضبط اعداداتها وهناك بعض الاضافات التي بالمجرد ان يتم تثبيتها لنجرب مع بعض الاضافات التي سبق تثبيتها على الانفيديا ثم افتحوها باليمين paramètres الاضافات ادخل الى الاضافات paramètres 2 ثم انزل الى حين وجود بعد الاضافات هذه الاضافات هذه الاضافات تمكننا من ترجمة تنسوس داخل الواب إذن كيف سنضبط اعداداتها ان الان فوق الاضافات سأتحرك بالتاب instant translate page de propriété langue source liste déroulante détecter la langue automatiquement réduit هنا يقول لك اختار لغة المصدر يعني اللغة المترجم منها أنا سأتركوها تلقائيا حتى يتعرف لي على أي لغة كيفما كانت ثم اتحرك تاب langue cible liste déroulante français réduit هنا سي ترجم لي من وإلا إلى الفرنسية أنا أريد العربية africance alba alma anglais arabe ثم اتحرك تاب activez l'alternance automatique si la source reconnue est égale à la destination expérimentale case a cocher cocher ثم اتحرك تاب copie le résultat de la traduction dans le presse-papier case a cocher cocher ثم تاب replace underscore with space mais provide bt translation reçule depending on contexte case a cocher non cocher ثم تاب ok bouton ثم اضغط على ok espace إضافات إذن أنا قمت بتتبيت الإضافة وضبط إعدادها إذن كيف تعمل هذه الإضافة زر تكبير الحروف مع shift aucune sélection يقول لك aucune sélection بمعنى أنك لم تحدد نص من أجل ترجمتي إذن هذا ليس موضوعنا إذن كيف سأقوم بترقية الإضافات إلى آخر إصدار ثم تضغط آنثير ذايد ألف مقصورة أو آنثير ذايد آن وتنزل مرتين تفتحوها باليمين ثم تتحرك حتى تسمع تحديثات الإضافة إذن لما تدهر لي تحديثات الإضافة أو البحث عن تحديثات الخاصة بالإضافة قد يسألوا سائل لماذا كل هذا؟ لأنني يا صديقي لم أكم بتتبيت إضافة مهمة سنحتاجها في هذه النسخة أدن وبدأتر 22.0 أدن وبدأت أدن وبدأت هذه الإضافة سأضغط عليها أدن وبدأت على نعم أدن وبدأت على إعادة تشغيل طريقة تثبيت الإضافات سبق وانت تترقناها ستجدون كل الروابط إن شاء الله في الوصف الخاصة بالفديوات سابقة وأيضا هناك قائمة تشغيل أدن وبدأت على إعادة تحديثات الخاصة بالإضافة أدن وبدأت على إعادة تحديثات الخاصة بالإضافة أو قبلها إذا ظهرت لكم قبلها فستضغطون على تحديث الآن وإذا لم تظهر لكم أي تحديثات سيقول لكم قارئ الشاشة بأنكم الآن تتوفرون على آخر تحديثات أتمنى أن يكون هذا الشرح كافيا وشافيا إن شاء الله للجميع طابت أوقاتكم بكل خير لنا لقاء إن شاء الله في الشرح الخامس وعذرا على التأخر أقسم بالله العظيم والله إنها الظروف فقط لا يتألا تحياتي وأحترماتي للجميع قناة التبادل للمعلومات التقنية قناة مختصة في برامج هاتف الأندرويد وأكثر اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو